اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاخوة في لجنة هذا الحفل المبارك الكلمة الاولى للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول طبعا قبل ان اذكر الكلمة انا حقيقة لابد ان اثني على الاخوة الاختيارهما هاتين الكلمتين ينم عن وعي كامل وعن تقدير للحاجة حاجة الانسان المؤمن في هذا الوقت يعني الاختيار ما جاء اعتباطا في تصوري وخصوصا ان الكلمتين تصبان في نهر واحد وفي اتجاه واحد الكلمة الاولى عن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها الشاخص في طلب العلم كالمجاهدي في سبيل الله الشاخص في طلب العلم الشاخص يعني الساعي المسافر الذي يتحمل العناء المهتم بطلب العلم كالمجاهد في سبيل الله والكلمة الثانية عن الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها فان العالم والمتعلم شريكاني في الرشد يعني كما ان العالم راشد وطريق العلم هو طريق الرشاد كذلك المتعلم هو في طريق الرشاد سانطلق من هاتين الكلمتين الهامتين للحديث للحديث عن هذه المناسبة الكريمة طبعا الامامان سلام الله عليهما ينطلقان في رؤيتهما عن العلم ينطلقان من قاعدة رسمها القرآن الكريم قبلا في الاهتمام في الاهتمام بالعلم والعلماء حتى ان الله سبحانه وتعالى صرح بصريح العبارة في الرفع التي ينالها من يطلب العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الذين أوتوا العلم يرفعهم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طالب العلم له مكان طبعا طالب العلم لا يفهم من العلم الحدود الضيقة للعلم يعني العلم لا يختصر على علوم الشرع وعلوم الدين مفهوم العلم مفهوم واسع لا شك أن الذي مثلا يسعى لخدمة الإنسانية في علومه لا شك أنها من العلوم الكبيرة والتي لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى خصوصا إذا أراد بها صاحبها رضا الله عز وجل أو أراد بها مصلحة الإنسان كإنسان حتى أنه ورد عدن في الروايات فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة طلب العلم ولو في الصين هس الصين ما حد يروح لها لطلب العلم لأنه هناك طارق وإلا الصين كناية عن البعد لأنه في ذلك الزمان كان الناس تسمع بالصين ولا يمكن لأحد أن يراها إلا قلائل فالصين كانوا يتصورون أنها الصين مثلا اليمن كانوا يتصورون هاي المناطق هي نهاية العالم فلذلك دائما لما يضربون مثل في أحاديثهم ببعد المسافة يمثلون بهذه الأماكن فضلا عن ذلك ورد الحث على التكلف في طلب العلم يعني مو فقط الإنسان يطلب العلم لا يقولك اطلب العلم حتى لو بيتكلف يعني مثلا تضحية بالإنسان يضحي بوقته يضحي براحته يضحي بأموال ليضحي بأي نوع بغربة وهجرة العلم يستحق ذلك طلب العلم يستحق أن يتكلف له الإنسان يقولون من جميل ما يروى بهذا الصدد في يوم من الأيام العلامة المرتضى على الله مقامه العلامة المرتضى من أعلام الطائف الكبار أخ الشريف الرضي وذول إخوان كانوا الشريف الرضي والشريف المرتضى الشريف المرتضى غلب عليه طابع الفقه والشريف الرضي غلب عليه طابع الأدب والشعر وإلا كلاهما فقيه العلامة المرتضى فقيه كبير والشريف الرضي فقيه كبير أيضا كانوا أو كان نقيبة الطالبيين في بغداد الشريف المرتضى في يوم من الأيام وقع في يده كتاب اشترى كتاب كتاب الجمهرة لابن دوريد اشتراه بستين دينارا في ذلك الوقت ستين دينار كبيرة مبلغ ضخم والكتاب إلى قيمة لأنه الكتب ما كانت ميسرة مثل الآن يعني كتاب يخط باليد بعناء وبمشقة وجمعة صور ذاك الوقت اللي ما كان موجود الورق مثلا كيف يجبع قضية مو سهلة أبدا فلما اجا جاب الكتاب وفتح الكتاب شاف أبيات مكتوبة بداخل الكتاب الكتاب منه الباع البائع لهذا الكتاب البائع للكتاب هو الأديب البغدادي المعروف أبو علي القالي شاف أكو أبيات العلامة المرتضى حفظتها عشرين حولا وبعتها لقد طال لقد طال كذا بعدها حولي وأنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لافتقار وضعف وصبية صغار بهم تستهل أو عليهم تستهل عيوني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب به النظنيني لما شاف هذه الأبيات يعني شون واحد يتغزل لب حبيب هذا الرجل أبو علي القالي اللي هو أديب كبير أدركته الحاجة فباع الكتاب فمن باع الكتاب سجل انطباعة يقول حفظتها عشرين حولا عشرين سنة أنا هذا الكتاب عندي وبعتها لقد طال شوقي بعدها وأنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لافتقار ضرورة بعد لافتقار وضعف وصبية صغار بهم تستهل شؤوني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب أشياء كريمة يحتفظ بها الإنسان لكن الحاجة قد تلجئ الإنسان إلى أن يخرجها ويبيعها لما قرأ الشيخ السيد المرتضى على الله مقام لما قرأ هذه الأبيات يعني تألم وتأثر كثيرا فأرجع الكتاب وأرجع الأموال معه إلى أبي علي القالي صاحب الكتاب غرضي أن الناس كانت تتكلف في طلب العلم تتعب نفسها في طلب العلم الشهيد الأول كتب كتاب اللمعة الدمشقية وهو محكوم عليه بالإعدام في قلعة دمشق لما أفتل أو أفتل فقهاء الحنابلة بوجوب قتله الحر زين الدين العاملي أودع في قلعة دمشق مدة أسبوع مدة أسبوع لما حكم عليه بالقتل بالإعدام كتب كتاب اللمعة الدمشقية اللي هو إلى الآن يدرس صارنا سبعمائة سنة بحدود السبعمائة سنة إلى الآن يدرس ويعتمد كمادة أساسية في دراسة الفقه الإمامي في الحوزات العلمية كتبها وهو في السجن فكانوا يتكلفون في طلب فطلب العلم في الحقيقة يستحق أن يتكلف له الإنسان في الحقيقة هنا لنا وقف المجال لا يسع إلى أن نسهب فيها سأختصر فيها كثيرا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يبجل العلم ويبجل العلماء الإسلام عموما له موقف مو فقط إيجابي بل داعم بقوة لطلب العلم وفي الحقيقة الأحاديث في هذا المجال كثيرة لا يمكن إحصائها ولا يمكن ولا يمكن حقيقة تحديدها لكثرتها وكتبت كتب كثيرة جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وآله بيته في طلب العلم مع ذلك أحيانا تجد أن البعض من المؤمنين عند حساسية حساسية غير مبررة حساسية من العلم وخصوصا لما يقترب العلم من منطقة ماذا؟ من منطقة الدين ومن منطقة الإيمان يتصور أن العلم سيتجاوز على الدين أو أن العلم سيسحق الدين أو سيثلم ثلم من الدين أبداً لا تنافية بين العلم وبين الدين لأنه الله سبحانه وتعالى نحن موارد عندنا بالحديث القدسي الذي يجمع عليه المسلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حجتين أو أن لله على الإنسان حجتين الحجة الأولى هي الأنبياء والرسل حجة ظاهرة عفواً في الحديث حجة ظاهرة وحجة باطن الحجة الظاهرة الأنبياء والرسل والحجة الباطنة العقل يعني العقل ما يتوصل له الإنسان بعقله من نتائج هذا من الله عز وجل فالعلم من الله قوانين الطبيعة من الله هاي الله أودعها فلما مثلاً الخبير البايولوجي يقول أنه يا بهذا المكان لا بد أن يطهر أو يعقم لا ينبغي أن يثير حساسيتنا أن هذا تعقيم خلاف عقيدتي بأن هذا المكان هو من الأماكن التي يستجاب بها الدعاء من الأماكن أبداً لا يقتضي ذلك هذا في مكانه وهذا في مكانه العلم في مكانه يعني أنا أريد أن أسأل سؤال لو كان الإمام حاضر الإمام بشخصه بدمه ولحمه ونوره وبركته حاضر وحدث وباء تتصور أن الإمام أو المعصوم عموماً سواء كان إماماً أو نبياً ما راح يسلك نفس المسالك اللي يقررها العقل والعلم أنه يأخذ علاج يتوقع يتوقع المرض وإحنا عدنا حاديث كثيرة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه لما مرضى مثلاً جاء الإمام أمير مونين سلام الله عليه لما ضرب ضربه لعين عبد الرحمن ابن ملجم جاءوا له بطبيب وعلى فكرة الطبيب كان نصراني أيضاً ما كان مسلم فما في مشكلة بين هذا الحقل وبين هذا الحقل يعني إحنا مثلاً مراقد أهل البيت سلام الله عليه مراقد أو المساجد أو بيت الله الحرام اللي هي أقدس الأماكن عند المسلمين وعند المؤمنين هذا المكان إذا أصابته نجاسة أجل لكم الله انطهرها لو ما انطهرها طيب ما نقدر نقول أنه لا هذا المكان طاهر إذا لا ينجس لا هذا في محله وهذا في محله طيب هذه الأماكن خلي عنك النجس ننظفها أو لا ننظفها ويدخلوا لها المنظفين ويغسلوها دائماً ليش يغسلوها غير يغسلوها عن أشياء ممكن أن تكون ضارة بالإنسان فشذ المشكلة إذا طهر مسجد أو طهر بيت الله الحرام بالمعقمات أو عقم مثلاً مرقد من مراقد أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أبداً لا يخدش ولا ينبغي أن تكون تلك الحساسية التي أثيرت في الفترة الأخيرة عند المؤمنين أنه هذا لا يمكن وهذا غير صحيح وأبداً العلم علم والإيمان إيمان ولا صدام بينهما ليش نجعل العلم كأنه عدو وكأنه خصم للإيمان العلم ليس خصماً للإيمان العلم متصالح مع الإيمان طيب هاي النقطة في الحقيقة هي نقطة مهمة لا أريد ومهمة كثيراً وتستحق الحديث عنها كثيراً بل حدد من أين من أين يطلب العلم لأنه قد يطلب العلم الشيطاني الإنسان وهو لا يعلم قد يلجأ الإنسان إلى شخص مثلاً غير مؤهل أن يلجأ إليه في طلب العلم الإمام الإمام أمير المؤمنين سلام الله أقضاكم علي أعلمكم علي إلى آخره من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل علي بن أبي طالب مع ذلك يجي الإمام في يوم من الأيام في الكوفة يمشي في زقاق من أزقة الكوفة وإذا بشخص من أهل الكوفة يهيئ راحلته للسفر فيسئل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لك أنك على سفر تدرون ذاك الوقت السفر عزيز يعني لما هو واحد يريد يسافر يعني قضية ملفتة يعني قال بلى يا أبا الحسن يعرف الإمام أمير المؤمنين بلى يا أبا الحسن قال له إلى آين قال له إلى حيث طلب العلم أنا رايح أطلب العلم قال له وين رايح تطلب العلم قال له بالبصرة راكم رايح للبصرة يطلب العلم بالبصرة وعلي بن أبي طالب بالكوفة موجود تم لاحظين يعني هاي قضية أن مغنية الحي لا تطرب على الفارق بالمثال من ذاك الوقت كانت موجودة علي يما ما يطلب العلم من عندها يروح للبصرة ما أدري من أين يريد يطلب العلم حتى يصير عالم فبعض الناس للأسف الشديد موجود علماء موجود مراجع موجودين جامعات رصينة موجودة ما أدري علوم أساتذة معروفين ومشهود لهم موجودين لكن تروح شوفه يلجأ إلى أشخاص ما معلوم وين دراستهم من أساتذتهم منين تخرجوا أي حوزة درسوا بيها وين تعلموا ما هو مصدر علومهم ما حد يعرفه وتشوفوا الناس تركضوا على كل حال طيب فإذا لابد من تحديد المصدر الذي يستلهم منه الإنسان علومة في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده كلمة في هذا الصدد مهمة جدا يعني في مسألة طلب العلم قد يتصور الإنسان أخواتنا الأخوة الكرام قد يتصور شخص أنه طلب العلم يعني الإنسان اللي يصير طالب علم يعني إما طالب علم شرعي يلبس عمامه ويروح يدرس أو طالب بجامعة أو كذا هذا المقصود بطلب العلم لا أبدا هذا بعض طلب العلم طلب العلم أوسع من ذلك بكثير كل إنسان ينبغي أن يكون طالب علم كل إنسان يوميا لابد أن يتعلم شيء خصوصا نحن أخوة العزة أخوات الكريمات نحن في زمن المعلومة أصبحت ميسرة يعني الآن ما بقت حجة لأحد أن يبقى جاهن الآن اليوتيوب موجود وغوغل موجود والواتساب موجود والفيسبوك موجود وكلها موجودة وسهلة يعني حتى اللي ما يعرف يقرأ يعرف يسمع وكتب الآن صارت الكتب تسمع سماعا حتى ذا ما تقرأ يعني تسمع وانت بالسيارة تشغل الكتاب تسمع لك كتاب إذا عندك مشوار أبو ساعة ساعتين يتسامع لك نصف كتاب فما بقت حجة لإنسان أن يبقى غير متعلم وخصوصا ما يخص أبنائنا وتربية أبنائنا يعني إحنا ما يصير نبقى على المنهج التربوي القديم الذي ربينا عليه نحن والزمن اختلف الآن التحديات والمشاكل التي تواجه أبنائنا غير التحديات والمشاكل اللي كانت تواجهنا فما يصير إحنا نبقى على نفس المنهج الآن تطرح مناهج جديدة للتربية كيفية التعامل مع الأبناء كيفية التأثير وهذا الموضوع هذا موضوع يخص عوائلنا ويخصنا كل إحنا ويهمنا كل إحنا أن نبقى متمسكين بالمنهج القديم الذي ربينا عليه يوم كنا في بيعة أخرى غير هذه البيعة وفي ظروف غير هذه الظروف وفي حياة غير هذه الحياة كل ما في الحياة الآن تغير وجه الحياة كل تغير آخر مو من المنطقي أن نبقى نتعامل مع أبنائنا على نفس المنهج الذي تعامل به آباؤنا معنا فإذا لا بد أن نطلع لا بد أن نكون الأب والأم لديهم الطلاع على المناهج الجديدة التي تقر مناهج التربية زياني شو أن أنا أعرف هاي مناهج التربية إذا ما أتعلم إذا ما الأم تتعلم كيف تتعامل مع بنتها والأب يتعلم كيف يتعامل مع أبنائه حتى نستطيع أن نبقى على تواصل معهم ولا نقطع هذا التواصل معهم ولعله مفتاح العلم عند الإنسان مفتاح العلم هو السؤال يعني البعض إحنا عدنا حالة للأسف الشديد الشرقيين عموما ولعل مجتمعاتنا العربية المجتمع العراقي ربما يتميز بهذه الصفة كثير مننا يعتبر أن السؤال منقصة شخصية بالنسبة له يعني إذا يسأل كأنه راح ينطلزم على نفسه على شخصيته شون أسأل راح يقولون هذا فلان ما يعرف وهذا منطق أعرج يعني منطق هذا غريب الإمام أمير بن سلام الله عليه يقول أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط العبل لكانت لذلك أهله يعني لو تسافرون وتتحملون المشاق لكانت لذلك أهله شنو هاي الخمسة يقول لا يرجون أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحين إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحين إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه معيب الإنسان لما يقول أنا ما أعرف أو يسأل من اللي يعرف كل شيء لا يوجد إنسان يعرف كل شيء الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم باستمرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العلم خزائن ومفتاحها السؤال أنت حتى تصل إلى المعلومة لا بد أن تصلها عن طريق السؤال العلم خزائن لأنه أنت من تسأل سؤال أحيانا جواب السؤال اللي هو ما يطول لدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق ترى هاي الإجابة أو هذا الجواب على السؤال هو خلاصة كتاب كامل كتاب كامل ربما قرأه الشخص اللي راح يجيبك على السؤال إلخص لك الكتاب بهذه الإجابة فالسؤال مهم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر على السؤال أربع أربع أشخاص ينالهم أجر السؤال فإنه يؤجر على السؤال أربع السائل والمجيب والمحب لهما والمصغي لهم أربع ذولة يؤجرون على السؤال طبعا السؤال لا بد أن يكون سؤال منتج سؤال مثمر مو سؤال من هاي الأسئلة اللي لا إلها ثمرة ولا إلها فائدة ولا إلها تأثير على حياة الإنسان واللي ينخوض بيها أحيانا أو تاخذ وقت من عندنا وتاخذ اهتمام من عندنا الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه أيضا يضع محددات للسؤال شنو المحددات اللي يضعها يقول الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه لا تسأل عما لا يكون ففي الذي قد كان لك شغل الإمام يقول أنت ليش تشغل نفسك بأسئلة لا تكون لا تحدث خيالية فقط في خيالك ما إلها واقع ولا إلها من قبيل فلانة مثلا التي ورد ذكرها في القرآن ما اسمها من قبيل ما أدري من فيما سئله ذاك الفقيه قال له لما حج آدم عليه السلام من الذي حلق شعره وهذا يقول له واتا ياه ما لتك يعني حلق شعره ما حلق شعره ما أدري كذا شو شو تأثيرها عليك يعني ومن هذه الأسئلة الشيء الكثير الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه يقول لا تسأل عما لا يكون غير متحقق ما إلى تأثير على حياتك ففي الذي قد كان بالأشياء التي وقعت والأشياء الهامة الأشياء التي تحدد بوصلتك بالحياة الأشياء التي تغير في وعيك تغير في قناعاتك تغير بطريقة حيشك إلى الأحسن إلى الأفضل طريقة حياتك إلى الأحسن ففي الذي قد كان لك شغل اشتغل بهذا اشغل وقتك بهذا النوع من الأسئلة لأنه الإمام أمير المؤمنين أيضاً ابتلي بهذا الصنف من الناس اللي يسئلون هذه الأسئلة التي لا جدوى منها في يوم من الأيام يجي واحد يقول لي يا أبا الحسن أريد أن أسألك سؤالاً فيقول للإمام تفضل اسأل قل إذا نزى كلب على شات أجل الله السامعين نزى كلب على شات فأولدها ما حكم المولود بينهما هذا المولود يعني الكلب إذا لقى حشات هاي الشات ولدت حملت من الكلب وولدت هذا المولود بمن اللحقة هذا أجل لكم الله كلب شات طبعاً هو السؤال من أساسه هو سؤال افتراضي ما ما يحصل لأنه حتى علمياً ثابت هذا المعنى أنه البويضة لا تلقح إلا من جنسها من جنس غيرها ما تلقح فهو سؤال ما الواحد بطران قاعل وقال لك خل روح هذا علي يقول أنا عالم وأنا أعلم وأعلم الصحابة وكذا خلأ يشوف علمه بالله يقدر يجاوب على هاي أكو بعض الناس من هالقبيل ابتلينا في فترة من الفترات في منطقة من مناطق المسلمين في أرض الله الواسعة كنا نروح تبليغ أيام زمان بالثمانينات فذولا لما يجي واحد إلى مكان جديد جامع مسجد حسينية كذا حاطي لاثنين ثلاثة من كبار السن ذولا شغلهم اختبار هذا المسكين اللي يجي ذاك الوقت واحد طلبه بعد استوه على قد حاله يعني صار لسنتين ثلاثة وفرض يدرس وكذا بعد معلوماته محدودة وشيء ذولا قاعدين مثل العتاوي متربصيلة كل واحد منهم محضر له مسألة يمكن له يجي مرجع حم ما يقدر يحل مسألة من هاي المسائل اللي لا الهراس ولا الهرجليين ومسألة افتراضية خيالية ما عرف قضية على كل حال القضايا يمشي واحد وقع عليه حاية طب هالوقت هذا زوج حامل ولدته وهذا المولود ما أدري كذا فالقضية طويلة يسألك يعني تعال حليها مثلا فإذا ما تعال يقول أن المؤمن وما عرف المؤمن فهذول من هالقبيل موجودين يجي للإمام هم يريد من هالقبيل يقول لك حتى سألت علي لأنه هو مؤكو إنسان أكو إنسان يثبت جدارته إيجابيا هو عنده علم يعطيه للناس الناس هي اللي تقيمه وأكو إنسان لا سلبي بالحياة يقول لك أنا ما أنجح حتى أوقعك يالله أنجح ولذلك تشوف عندك مشروع يحارب مشروعك حتى هو يقولون ناجح مو أنه هو يروح يسوي مشروع ويتنافس تنافس شريف معك ويبرز على العموم فييجي هذا للإمام أميره من سلاة الله عليه قال نزى كلب على شات فأولدها فما حكم المولود منهما الإمام طبعا عرفه وعرف قصده شنوه فإذا قال هذا سؤالك ما إلى واقع قلت لكم ما سيروح يظل وين ما يقعد والله سألت علي وما أعرف يجاوبي فالإمام سلاة الله عليه عليه مو يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم فالطاع على قد عقله قل نشاهده إذا مشى مع الماشية نشوف هذا المولود من تمشي أجلكم الله قطيع الأغنام يمشي نشوفه يمشي قدامهم لو وراهم إذا تأخر عن القطيع فهو كلب لأن عادة الكلب أجلكم الله يمشي ورا القطيع وإذا تقدمها فهو شات قال يا أبا الحسن مرة هكذا ومرة هكذا مرة يمشي قدام مرة يمشي ورا قال لزين نختبر اختبار آخر إذا شرب الماء فإذا كرع فهو شات وإذا ولغ فهو كلب لأن الكلب أجلكم الله لما يشرب الماء يلغ بلسانه الماء الشات لا تمتص الماء تكرع قال يا أبا الحسن مرة هكذا ومرة هكذا مرة يكرع ومرة يلغ قال لنختبره عند الجلوس فإذا برك فهو شات فهو كلب وإذا أقع فهو شات يعني إذا جلس ولام رجلية أو إدية فهو شات وإذا لا ما دهن فهو كلب قال لي يا أبا الحسن مرة هكذا ومرة هكذا قال للإمام إذا هتش نذبح ونشوف إذا لغينا في أحشائه أمعاء فقط فهو كلب وإذا وجدنا كرشن فهو شات سكت بعش يقول له بيقدر يقول له مرة هكذا ومرة هكذا إذا ذبح مرة وحدة لو هج فالغرض أنه بعض الناس ما يطلب العلم بالسؤال لعوة إنما لو ليتفاخر به لو يماري به السفهاء لو يباري به العلماء لو يثبت أمام الناس أنه هو يفهم مثلا لو مو قصد سأل الإمام أمير سلامه الله عليه قال لذاك الخارجي لما سأل سؤال منها القيبين من هذه الأسئلة في مسجد الكوفة قال ل الإمام سل تفقها ولا تسأل تعنتا هذا سؤال كمال واحد الذي يقول أنا أسألت علي أو أنا أفتهم أو بل كتما يعرف علي وأقول ما أعرف علي أو كذا لا تسأل من هذا المنطلق لا أنطلق من التعلم سل تفقها ولا تسأل تعلم في الحقيقة ما أحب أخذ أكثر من وقتكم الكريم أكتفي بهذا المقدار نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حب العلم ويهدينا طريق العلم وينير قلوبنا بالعلم فإن بالعلم يتقدم الإنسان في الحياة وبالعلم يتقدم الإنسان إلى الله عز وجل ويقترب من الله عز وجل وأحباب الله هم العلماء الذين يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أشد الناس خشية ومعرفة بالله سبحانه وتعالى ومن مقام الربوبية لله جل وعلا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين والمشتغلين في طلب العلم وأن يهدي أبناءنا لطلب العلم وبناتنا وفقكم الله جميعا شافى مرضانا قضى حوائجنا اللهم إنا نتوسل إليك بأمير المؤمنين وبالإمام علي الهادي أن تقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتشفي مرضانا اللهم اكشف هذه الغمة عن أهلنا في العراق وفي سائر البلاد يا أرحم الراحمين أشكر الأخوة القائمين على هذه الحسينية الكريمة لدعوتهم المباركة وكما أشكركم جميعا على حسن إصغائكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر